جميعاً استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس شركة باكتل العالمية براندن باكتل وتابع سيادته تفاصيل المشروع القومي اللي حيتم إقامته بالشراكة بين قطاع البترول وبين الشركة باكتل وهو ما جمع للبترو كيمويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وحيكون الأطخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية بتصل تقريباً ل7 مليار و500 مليون دولار الرئيس وجب أن يكون فيه تنصيق وتعاون مع الشركة بهدف تطوير أنشطتها في مصر خصوصاً في مجال الطاقة ومجال النقل خلال اللقاء أشهد رئيس الشركة بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وإعلن مصر في مقدمة الدول للشركة الأمريكية بتهتم بالاستثمار فيها استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد بريندان بيكتال رئيس التنفيذي لشركة بيكتال الأمريكية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب بمسؤولي شركة بيكتال العالمية مؤكداً سيادته على عمق علاقات التعاون والشركة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات والحرص على تعزيز تلك العلاقات بين البلدين بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة وقد تم خلال الاجتماع استعراض مجمل نشاط شركة بيكتال العالمية في مصر والممتد منذ عقود في عدة قطاعات حيث اطلع السيد الرئيس على تفاصيل المشروع القومي المزمع إقامته بالشركة بين قطاع البترول وشركة بيكتال لإنشاء مجمع للبترو كيمويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 7.5 مليار دولار كما وجه السيد الرئيس بمواصلة تنصيق والتعاون مع شركة بيكتال بهدف تطوير أنشطتها في مصر خاصة في مجالي الطاقة والنقل وذلك على خلفية الخبرات العريضة للشركة وفي ضوء ما تتمتع به مصر حاليا من استقرار شامل مكتمل العناصر وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانئ عالمية المواصفات وشريان قناة السويس التجاري الأهم في العالم فضلا عن توفر الإرادة السياسية القوية والقرار التنفيذي الصادر من أعلى مستوى في الدولة وهي عوامل تمثل في محصلتها فرصا واعدة داخل مصر لنجاح أي استثمارات أجنبية تسعى للعمل وتطوير نشاطها في المنطقة من جانبه أشاد رئيس شركة بيكتال بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد وامتدادا لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار خمسين عاما بالإضافة إلى ما تتمتع به القطاعات التنموية في مصر من فرص كبيرة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذه القطاعات الحيوية لسيما على صعيد البنية التحتية والنقل والصناعة فضلا عن قطاع الطاقة نظرا لما تحظى به مصر من كافة المقاومات اللازمة لإنجاحه بما فيها الموقع الجغرافي المتميز والاكتشافات في مجالي البترول والغاز والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة وكذلك مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز ترجمة نانسي قنقر